المجلس الأعلى للبيئة وذلك لتوحيد جهود كافة الأطراف لمواجهة التحديات البيئية وبهذه المناسبة أكد سعدت الدكتور محمد بن مبارك بن دينا المبعوث الخاص لتغير المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بأن المجلس حريص على التشجير لما له من دور بيئي كبير في التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الانبعاثات وتقليل درجات الحرارة إلى ذلك أشهد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل البلديات بحملة أشجار من أجل الحياة واصفا إياها بالمبادرة الهامة من أجل تحسين البيئة وداعيا جميع القطاعات إلى التفاعل الإيجابي لتحقيق الأهداف التي تسهم في تحسين المناخ وحماية البيئة وزيادة أعمال التشجير والتخصير من جانبه أكد الشيخ زياد بن فيصل الخليفة رئيس عملية الشؤون الحكومية لشركة استيسي البحرين السعي الدائم في الشركة للقيام بمشاريع ومبادرات من شأنها المساهمة في عملية التنمية المستدامة وذلك ضمن إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه البحرين كما أكد المهندس نزار بانبيلا رئيس التنفيذي لشركة استيسي البحرين أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة التشجير وما تمثله الشراكة الوطنية كأساس في عملية المحافظة على البيئة واستدامتها في البحرين